مش قادر يوضحها والكل بيحاول يوسيه الدكتور حسام وافي بينهار في جنازة زوجته ومش مصدق إنها مشيتوا ويثبتوا لقطات مؤثرة هتشوفها الأول مرة من جنازة زوجة الدكتور حسام وافي اللي رحلت بشكل مفاجئ وأبكت كل رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات اللي فاتت تصدر الدكتور حسام وافي ترند منصات السوشيال ميديا بعدما ظهر في جنازة زوجته الدكتورة إلهام مطاوع ويكان بيعيط وحزين على فراءها بشكل يوجع القلب الدكتور حسام وافي دايماً كان بيتكلم عن زوجته في أي لقاء لي وهي نور عناية دايماً بتشجعني على الشغل ومساعدة الغلابة ودايماً تقولي إني ما غليش الكشف أبداً على حد تعبان وأنا كنت بسمع كلامها حسام وافي في أي لقاء كان بيتكلم عن حبه الكبير لها وزير صاخت حياتها الخدمته والخدمة الأولاد وقدرت تطلع من تحت إديها ثلاث أطباء كبارة يرفعوا اسم والدهم في المجال الطبي حسام وافي عاش مع زوجته إلهام سنين كتير قدروا من خلالها إنشاء أسرة كبيرة علشان كده فضل طول الجنازة متأثر ولو لاحظنا هلأ إن دكتور حسام وافي ما كانش قادر يمشي ومسنود علشان كده كان فيه محاولات إنه ما يحضرش الجنازة لكن هو أصر إنه يودع رفيقة الضرب الوداع الأخير بعد ما عاشت معاه سنين وأسمته على الحلوة والمرأة الدكتورة إلهام هي زوجة الأولى للدكتور حسام وافي اتخرجت من كلية الطب جامعة الأظهر بنات وبعدها اشتغل الدكتورة في مستشفى الأصر العيني أنجابت ثلاث أبناء من الدكتور حسام وافي وهم الدكتور أحمد وافي والدكتور علي وافي والدكتور حاتم وافي الدكتور إلهام عندها أخ بيشتغل في الخارج دكتور ويدع عد المطاوع وهلا إن مارين بنت الدكتور حسام وافي كانت حريصة إنها تعزي زوجة والدها ونشر البوست على حسابها قلت فيه اللهم ارحمها واخفر لها توفت إلى رحمة الله والدة إخواتي برجاء قراءة الفتحة وكمان علق دكتور حسام وافي على وقفات زوجته بمنشور على حسابه الشخص في فيسبوك وقال فيه إن لله وإن إليه راجعون توفت والدة أولادي رجاء بالدعاء لها وصلات الجنازة على صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود ومن وقتها دخل دكتور حسام في نوبة زعل كبيرة على امراته اللي دايما كان لازم يمدح فيها ويأكد إنها رفيقة النجاح وإدرت لساعده في حياته ومش بس الدكتور حسام اللي كان متأثر على رحلها ده كمان ابنها اللي ظهر في الجنازة الأول مرة وكان بيعيط ولاحظ الجمهور حجم الشبه الكبير اللي بينه بين الدكتور حسام وافي لدرجة إن الناس قالت إن ده فولة أسمت نصين وده لإن ابنه نسخة تانية منه وكان طول الجنازة شايل نعشه بيعيط على والدته وفي النهاية رحم الله الرحلة وألهم أهلاها الصبر والسلوان